وزارة الخارجية الأمريكية لدعم الحركات الإلحادية في المناطق والدول ذات الأغلبية المسلمة في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأموال ستستخدم لإنشاء وتقوية شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين ومن يصفون أنفسهم بالإنسانيين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة بحسب مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع الوزارة الخارجية الأمريكية المكتب الحكومي الأمريكي أعلن في سياق هذا البرنامج عن مسابقة تنافسية للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات للمشاريع التي تدعم ما سماها بالحرية الدينية على الصعيد العالمي ستمنح فيها منح تبلغ قيمتها 500 ألف دولار للمنظمة التي تلتزم ممارسة ونشر الإلحاد ولسيما في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقابل فإن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أعرب عن قلقه إزاء هذا البرنامج مؤكدا أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن تمول الجهود المبذولة لتعزيز الحرية والعدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم وليس الحركات المناهضة للإيمان في المجتمعات المتدينة وبحسب محللين فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لعلمنة المجتمعات الإسلامية على وجه التحديد بهدف التخلص من الخطر الأخضر الممثل في الحضارة الإسلامية والذي يراه المفكرون الغربيون أكبر تحدي حضاري للقيم والحضارة الغربية لا سيما بعدما بدى من توجه شعبي نحو الإسلام إبان ثورات الربيع العربي وهي الثورات التي تواطأت الولايات المتحدة والقوى الغربية على محاربتها عبر دعم أو غض الطرف عن قوى الثورة المضادة المعادية للتيارات الإسلامية في المنطقة من هنا بدت المجتمعات المسلمة في آسيا والشرق الأوسط مهيئة لاستقبال دعاوى الإلحاد واللادينية ليكشف ذلك ليس فقط عن حجم المؤامرة ضد شعوب المسلمة وإنما يكشف كذلك عن عمق الخلل والأزمة التي تمر بها الأمة بعد انكسار حلم شبابها في تحقيق الحرية والعدل والكرامة الإنسانية